هذه الآية الكريمة شيخ صالح تضمنت الدعوة إلى التوحيد وكثيرا ما دعوتم إلى التوحيد شيخ صالح لعل لكم أيضا في هذا بقى من كلمة جزاكم الله وخيرا نعم هذه الآية تحذر من الشرك وتبين خطرة وأن المشرك ليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله وأما الموحد فإنه له الأمن كما قال الله تعالى أولئك لهم الأمن هذا للموحدين وكما ذكرنا الأمن قد يكون أمنا مطلقا لا خوف معه وهذا لمن أخلص التوحيد لله عز وجل ولم يحصل منه معصية أو حصل منه معصية وتاب منها إلى الله عز وجل وانتقل إلى الدار الآخرة وهو خالص من الذنوب خالص من الشرك وخالص من الذنوب الكباير فهذا له الأمن المطلق الكامل الذي ليس معه هو نسأل الله من فضله وقد يكون المؤمن معه مطلق الأمن وهو المؤمن العاصي الذي عنده شيء من كبائر الذنوب إلا أنها دون الشرك فهو موحد لله عز وجل سليم العقيدة ولكن عنده شيء من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك فهذا مهدد بالعذاب والوعيد لكن له أمن وهو أنه لا يخلد في النار بل يكون مآله إلى الجنة وإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة بسبب توحيده وإخلاصه لله عز وجل فله أمن فالمؤمن له أمن على كل حال ولله الحمد إما أمن كامل وإما أمن فيه نقص